نروح مع حضراتكم لي موضوع آخر بطولة كياس الأمم الأفريقية في نسخة الـ 34 اللي بتستضيفها كود ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير خصوصاً إن البطولة بتشهد حضور العديد من نجوم كرة القدم الأفرقى اللي تألقوا مع أنديتهم في الدوريات العالمية طبعاً لما نبتدي نقول أسامي لازم نبتدي بالنجم المصري محمد صلاح صاحب الأرقام القياسية مع ليفر بول الإنجليزي بالإضافة للنيجيري فيكتر أوسمان والمغربي أشرف حكيمي وسيباستشن هالر نجم خط هجوم بروسيا دورتموند الألماني اللي بيقود الكود ديفوار في البطولة خلينا نشوف بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الرابعة والثلاثين التي تستضيفها كود ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير وهي البطولة التي ستشهد حضور العديد من نجوم كرة القدم الأفارقة الذين يتألقون برفقة أندياتهم عبر مختلف الدوريات العالمية وستكون ملاعب البطولة الستة مسرحاً لتألق هؤلاء النجوم الذين سيحاولون إهداء بلدانهم اللقب القاري حيث سيكون الصراع مشتداً بينهم من أبرز النجوم العالميين المشاركين في كأس أمم إفريقيا 2023 نجمنا محمد صلاح هو من أبرز النجوم الأفارقة في العالم خلال العقد الأخير بفضل تألقه اللافت مع الأندية التي حمل ألوانها خاصة لافر بول الإنجليزي الذي يلعب له للموسم السابع توالياً وسيكون الملك المصري أمام فرصة لقيادة المنتخب واستعادة الزعامة الإفريقية واسترجاع اللقب الضائع منذ نسخة 2010 كما يتطلع فيكتر أوسيمين أحد أبرز النجوم العالميين المشاركين في كأس أمم إفريقيا 2023 لقيادة منتخب نيجيريا لاستعادة أمجاده القرية الضائعة في السنوات الأخيرة إذ لم يتوج منتخب النسور باللقب الإفريقي منذ عام 2013 ما يجعل المسؤولية كبيرة على عاتق نجم نابولي الإيطالي في هذه النسخة وذلك لكونه أبرز نجوم منتخب بلاده المتألقين في الدوريات العالمية خاصة الأوروبية منها أوسيمين لعب هداف بالفطرة وبصم على أرقام تاريخية في الموسم الماضي مع نابولي لكنه عاش فترة صعبة في بداية الموسم الحالي ما جعل أرقامه تتراجع نسبياً لكن كودفوار ستكون مناسبة مميزة للعب الشاب من أجل استعادة بريقه والتألق مجدداً مع منتخب بلاده ويحمل أشرف حكيمي أمال الجماهير المغربية برفقة كتيبة من زملائه في نهائيات الكان وسيحاول تكرار ما فعله مع رفاقه في كأس العالم قطر 2022 من خلال الوصول إلى الدور النصف النهائي أولاً ومن ثم المنافسة على اللقب القاري الغائب عن خزائن المغرب منذ عام 1976 وهو تاريخ أول لقب لأسود الأطلس والوحيد حتى الآن حكيمي نجم باريس سان جرمان يعيش أفضل فتراته وسيحاول إعادة المنتخب المغربي إلى الواجهة بقوة على الصعيد القاري لكن المهمة لن تكون مفترشة بالورود لأن جميع المنتخبات الأخرى ستسعى للإطاحة بالمغرب رابع مونديال 2022 والذي حقق إنجازاً إفريقياً وعربياً غير مسبوق كما يأمل سباستيان هالر نجم خط هجوم بروسيا دورتموند الألماني في قيادة كودفور منتخب البلد المستضيف إلى التتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في التاريخ وهو الذي يعتبر من أبرز المهاجمين الأفارقة في أوروبا كما سيحاول مع رفاقه استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب الإفريقي هالر عانى كثيراً في العام الماضي بسبب إصابته بمرض السرطان مباشرةً بعد انتقاله إلى دورتموند قادماً من ويست هام يونيتد الإنجليزي وحيث اضطر إلى الابتعاد عن ملاعب كرة القدم لفترة تجاوزت ستة أشهر للعلاج قبل أن ينجح في معركته ويعود بقوة إلى الملاعب والآن سيكون على موعد مع قيادة منتخب الفيلة في المحفل القاري ومع سطوع نجم جديد في الدور الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع نادي ويست هام يونيتد هو الغاني محمد قدوس الذي سيكون سلاحاً مهماً في يد مدرب منتخب بلاده في البطولة الإفريقية منتخب غانا يغيب عن منصات التتويج الإفريقية منذ عام 1982 وهو تاريخ آخر لقب من الألقاب الأربعة التي حققها عبر تاريخه وهو ما يعطي قدوس وزملائه الفرصة من أجل الظهور القوي في البطولة القارية 14-18-22 دي الأرقام اللي نبقى حفظينها كمصرين دي الأيام اللي حنلعب فيها منتخب مصر يوم 14 حنلعب مع موزنبيق يوم الخميس الجاي حنبقى مع غانا يوم 18 ويوم 22 حنلعب مع الرأس الأخضر أعتقد دي أهم أيام بالنسبة لنا نشجع فيها منتخبنا المصر طبعاً بكل تأكيد ومع التقرير اللي شفناه والنجوم الكبار اللي محققين أرقام قياسية مع أندياتهم إحنا برضو عندنا نجوم الكبار بالإضافة لمحمد صلاح عندنا تريزيجي وعندنا عمر مرموش وعندنا كوكا وعندنا حجازي عندنا نجوم متألقين في الدوريات العربية والأجنبية وعندنا كمان لعيبة محلية قادرة بالفعل على تحقيق هذه البطولة وفي الحمد لله حالة من الانسجام بين اللعيبة نتمنى أنها تترجم طبعاً على أرض الملعب كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله وتكون البطولة بتاعتنا